الأول من مايو عيد العمال العالمي ذكرى تعود للمرة الرابعة على عمال اليمن ولا يزال وضعهم على حاله من ضيق الحال وانعدام العمل وفقدان الأمل منذ انقلاب 21 سبتمبر 2014 على النظام الانتقالي وعلى عملية الانتقال السياسي السلمية دخلت البلاد مرحلة غير مسبوقة من الركود والفوضى والحرب المتعددة الجبهات في وقت ساهمت فيه سلطة الأمر الواقع الانقلابية التي أسسها الحوثيون في صنعاء ولا تزال في تعطيل مظاهر الحياة وتكريس اقتصاد الحرب الذي لا ينعكس بأية مؤشرات على التنمية الوطنية محركات الشغل في البلاد لا تزال حتى اللحظة معطلة أو منعدمة كحال الكهرباء العمومية الواقفة في أكثر مناطق البلاد استحاما بالسكان في وقت تشهد فيه أسعار الوقود ارتفاعا غير مسبوق والأهم من ذلك كله استمرار الحرب التي تأكل الرساميل وتجرف فرص العمل وتراكم العمال بالآلاف على أرصفة العطالة واليأس مئات الآلاف من منتسبير جهاز الإداري للدولة يواجهون خطر عدم الأمن الغذائي والمعيشي بسبب توقف صرف المرتبات الأمر الذي انعكس على ملايين اليمنيين المرتبطين بعائليهم اليأسين من استعادة مرتباتهم المفقودة منذ أن وضع الحوثيون يدهم على موجودات البنك المركزي وأهدروها في مغامرة الحرب وزاد من معاناتهم انتقال البنك المركزي اليمني إلى العاصم المؤقت عدن دون انتقال الموارد الأمر الذي ساهم في فقدان معظم الموظفين رواتبهم وتاهوا في زحمة الجدل حول الصلاحيات المتنازعة بين سلطة مسروبة الصلاحيات في عدن وانقلاب في صنعاء يأخذ كل شيء دون حساب لم يبقى لعمال العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الانقلابيين من عزاء سوى التهاني والإشادات التي يكيلها زعماء الانقلاب وتمجد صمود العمال وصبرهم وتضحياتهم وهذا كل شيء ناله هؤلاء من جبروت هؤلاء وتغيانهم